أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تجديع الدولة للتوسع في إقامة الفنادق والمنتجعات الجديدة يأتي في إطار سراتيجيتها لدعم وتنشيط قطاع السياحة وزيادة جاذبية المقاصد السياحية في مصر والعمل على زيادة تدفق حرقة السياحة الوافدة إليها وشهد رئيس مجلس الوزراء افتتاح فندقين بشرم الشيخ بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة بعقد مؤتمر المناخ الشهر المقبل